بينما ينشغل العالم بحرب إسرائيل على غزة، ينشؤ المستوطنون الإسرائيليون بهدوء عدداً غير مسبوق من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير جديد لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية. وخلص تقرير المنظمة إلى أن المستوطنين أقاموا تسع بؤر استيطانية غير مرخصة منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، وهو أكبر عدد من المستوطنات التي بنيت خلال ثلاثة أشهر منذ بديء إنشاء البؤر الاستيطانية في تسعينيات القرن الماضي. منظمة السلام الآن اتهمت المستوطنين باستغلال شهور الحرب في القطاع لفرض الحقائق على الأرض، وتجاهل الوضع القانوني من خلال بناء بؤر استيطانية على أراضي فلسطينية خاصة، وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. ورغم أن معظم هذه المستوطنات الجديدة تتكون فقط من عدد قليل من الخيام، فإن العديد منها تطورت إلى أكثر قابلية للاستمرار، وغالباً بدعم حكومي ضمني، حيث سمحت البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بالبناء والاستلاء على الأراضي دون رادع تقريباً، وتتعزز هذه المخاوف مع هيمنة أنصار حركة الاستيطان على الحكومة الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك أولئك الذين يدعون إلى ضم بعض الضفة الغربية أو كلها. التقرير صلت أيضاً الضوء على نشاط المستوطنين في إنشاء الطرق والحواجز على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتسييج المناطق المفتوحة لمنع وصول الرعاة الفلسطينيين إليها، إضافة إلى تقييد حركة الفلسطينيين الذين يتهمون جيش الاحتلال بتحصين المستوطنات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ المحمولة على الكتف وغيرها من وسائل القتال الثقيلة، استعداداً لاحتمال تصعيد الوضع. الناج الاستيطاني الإسرائيلي امتد ليشمل غزة المدمرة، فقد جاهر وزيراء المالية والأمن القومي الإسرائيليان بالدعوة إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه. وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو، عمله على ما سماه الهجرة الطوعية لسكان غزة، والبحث عن بلدان يمكن أن تستطيفهم. سناء المهداوي تيرة عربي